روائع التابعين روائع التابعين ونزل من على سرير الملك بتاعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو استطعت أن أذهب الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذهبت إليه ولا جلست بين رجليه صلى الله عليه وسلم قد إيه التواضع جميل جدا من رجل الملك نجاشي الحبشة رحمه الله رحمة وسعن ورسالة الثانية كان بيطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أنه يكون وكيله في أنه يزوجه من رملة بنت أبي سفيان لأم حبيبة بعدما مات جزها وقعدت هي وحيدة في بلاد الحبشة فأكرم النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم وكان وكيلا له في زواجه من رملة بنت أبي سفيان ورح أخبر الصحابة بأن النبي طلب منه أن يكون وكيله في هذه الزيجة وجمع الناس كلهم في حفل بهيج وجميل وعد وليمة عظيمة جدا جدا وعزم المسلمين كلهم سواء كانوا من الصحابة أو كانوا من الذين أسلموا من بلاد الحبشة وجمعهم كلهم في الأصر بتاعه وعملوهم وليمة وأعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه لكون وكيله في زواجه من رملة بنت أبي سفيان قال وقد أمهرتها قدمت لها مهر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربعمائة دينار ذهب وقام خالد بن سعيد اللي هو كان وكيل رملة بنت أبي سفيان وقال وقد أجدت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته من وكلتي رملة بنت أبي سفيان وأقيم عرص جميل جدا وحفلة جميلة جدا ونساء النجاشية بدأت تبعث بقى العطر والطيب والحرائر والأمشات والهدايا كلها ليه رملة بنت أبي سفيان احتفالا بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي حصل بعد كده أنه يقال وإن كنت لم أقف على صحة هذه الرواية أن في إحدى زيارات عمر بن العاص للنجاشي النجاشي كان سبب في إسلام عمر بن العاص قال أنه هو دعالي الإسلام فأسلم عمر بن العاص على يد النجاشي قال له يا عمر تكلمني في رجل يأتيه الناموس كما كان يأتي موسى بن عمران قال عمر نعم ثم أضاف أنا أبايعك له على الإسلام فأسلم على يدي ويقال أن رجع عمر بن العاص من عند النجاشي وراح مكلم أقرب الناس إليه اللي هو خالد ابن الوليد وعثمان ابن طلحة والاتنين اتفقوا مع عمر بن العاص وراحوا هم الثلاثة يسلموا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وقالوا سلم وقالوا أن كل دوت في ميزان حسنات النجاشي رحمه الله ورحمة الله ورحمة الله وسع أنه هو يكون سبب في إسلام عمر بن العاص وعمر بن العاص كان سبب في إسلام عثمان ابن طلحة وخالد بن الوليد والثلاثة في ميزان حسنات النجاشي رحمه الله ورحمة وسع وأنزل الله عز وجل كرآنا كما قال بعض المفسرين كرآنا في النجاشي وأصحابه قول المولى عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى كامل بقى ذلك بأن منهم قصيصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الله اللي أجمل من تكله حبيب قلبي إن قبل ما الصحابة يرجعوا من بلاد الحبشة كان فيه عدد كبير بفضل الله من الحبشة أسلموا على يد الصحابة اللي هناك فالنجاشي بعت أربعين واحد من الأحباش الذين أسلموا وراحوا حضروا مع النبي وجهدوا معاه في غزوة أحد ودي من ضمن الحاجات العجيبة جدا في سيرة هذا الرجل طب ما أنتك فاخد متك للمسلمين وأن أنت قوتهم التمانين واحد وأكرمتهم وعملت معهم حكترة جدا وكنت هتضحي بملكك وبنفسك عشان تحميهم ورغم ذلك بعت أربعين واحد وجهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ولم يقتل منهم واحد ولم يستشهد منهم أي أحد لكن كما قال ابن عباس كانت فيهم الجراحات يعني في منهم ناس جرحوا كتير جدا لكن محدش فيهم قتل محدش فيهم نقل الشهادة بعدما الغزوة انتهت ونتعرفين غزوة أحد والمأساة اللي حصلت فيها الكبيرة من قتل السبعين من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحولة بشعة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والتمثيل بجسده الشريف ولكن نجاه الله عز وجل لأنه حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وقدر ربنا سبحانه وتعالى بعدما انتهت الغزوة الاربعين واحد من الأحباش اللي هم سفروا وجهدوا مع النبي خذ بالي بقى الاربعين واحد دول بقى صحابة ليه لأنه هم شافوا النبي يعني النجاشي تابعي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاربعين دولت صحابة راحوا شافوا النبي وجهدوا مع النبي وآمنوا وماتوا على ذلك فهم الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا لم نعرف أسماءهم فحسبهم أن الله يعرفهم سبحانه وتعالى الاربعين بعدما انتهت الغزوة أحد بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا يا رسول الله إنا أهل ميسرة احنا معنا فلوس فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسية بها المسلمين بيقولوا له احنا شفنا الحالة المادية للصحابة صعبة قوي ناس أفاضل ولكن كانوا بيعانوا من شظف العيش وحياتهم كانت بسيطة جدا وكان ممكن تلاقي في الجهات في سبيل الله تعيين الواحد طمراية اثنين تلاتة يعني حياتهم صعبة قوي فالاربعين واحد من بطول حبشة دولت معاهم فلوس قالوا له ائذن لنا يا رسول الله نرجع بلاد الحبشة نجيب فلوس عشان نواسي إخواننا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا الاربعين بفضل الله سبحانه وتعالى وراحوا وصلوا لبلاد الحبشة وقابلوا النجاشي ووصفوا له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقعدوا يكلموا بقى عن ذكرياتهم مع النبي وعن المأساة اللي حصلت في غزوة أحد وبكى النجاشي بكاء شديدا ثم جاءوا بالأموال وعادوا إلى النبي ووضعوها بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليواسوا بها إخوانهم المسلمين بعد مرور فترة من الزمان فترة كبيرة مش قليلة لأن الصحابة هجروا إلى بلاد الحبشة في بداية البعثة وتمر سنوات طويلة 13 سنة في مكة ويمر بعدها 7 سنين بعد الهجرة وبعد كل السنوات الطويلة ديت قرر المسلمون أن يعودوا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يرجعوا مرة تانية إلى ديار الإسلام إلى المدينة المنورة النجاشي رحمه الله رحمة الواسعة جهز سفينتين لأم حبيبة والصحابة الموجودين وبعض الأحباش اللي كانوا عايزين يروحوا يشوفوا النبي لأن أربعين واحد راحوا يوم أحد وشافوا النبي وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا الصحابة ففي ناس تانية من الأحباش كان نفسهم يروحوا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فالنجاشي رحمه الله رحمة الواسعة جهز سفينتين وأعد مجموعة كبيرة من هدايا أهل الحبشة للصحابة ولأم حبيبة وزوجات النجاشي أعدوا هدايا كبيرة جدا جدا لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل ركبوا السفينة بعدما ودعوا النجاشي وودعوا إخوانهم من الذين أسلموا من أهل الحبشة وكان ودع حر جدا وبدأ شريط الزكريات يمشي قدام عينيهم كلهم سنوات طويلة وعمر طويل أضوه في بلاد الحبشة في أمن وأمان وفي ضيافة هذا الرجل الكريم العادل اللي النبي قال عنه فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد والفعل يا جماعة ما فيش ولا بني آدم ولا مسلم أو غير مسلم حتى ما فيش إنسان تظلم في حكم النجاشي رحمه الله ورحمة واسعة ورجبوا السفينتين وبدأ الأحباش يودعوهم وبدأ النجاشي يودعهم وهو خلاص اتعود أن هو يشوفهم حسن هم جزء من أهله حسن هم جزء من حياته ودعهم وهو بيبكي وهم بيبكوا دموع تشتبك فيه دموع وليس الذي يجري من العين ماءها ولكنها روح تسير فتغطره وبدأت السفينة تبحر متوجهة إلى أقرب مكان هناك وفي انتظارهم الإبل اللي هتحملهم إلى المدينة المنورة ورجعوا وهم مواغدين هدايا كتير جدا للصحابة والأمة حبيبة وكان هدايا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي بعت للنبي ثلاث عصي من أرقى وأندر أنواع العصي في بلاد الحبشة فالنبي لما وصلوا الثلاث عصي النادرين من نوع نادر جدا من الأخشاب فاحتفظ لنفسه بوحدة ود وحدة لعمر بن الخطاب ود وحدة لعلي ابن أبي طالب وكان سيدنا بلال لما النبي يصلي في أي مكان في الصحرى بعيد عن المسجد كان ياخد العصايا ديت ويمشي بها أمام النبي ويجرزها في الرملة ويجعلها حائل أمام النبي إذا أراد أن يصلي بالمسلمين في أي مكان بعيد عن المسجد وبعت للنبي كمان خاتم من دهب وهو ما يعرفش أن النبي ما بيبس خاتم من دهب فأخذه النبي وأعطاه لأمامة بنت زينب اللي هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تحلي بها يا بني ولما أقبلت القافلة على المدينة وصلت الأخبار يعني القافلة جاية من بلاد الحبشة إلى المدينة منورة وصلت الأخبار للصحابة اللي رجعين من الحبشة إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة كانوا خرجوا لغزوة خيبر لغزو خيبر يهود خيبر وأن هم انتصروا عليهم انتصار صاحب جدا وفي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكان معهم كمية غنائم كبيرة جدا وكانت أكتر غنائم غنيمها المسلمون كانت في غزوة خيبر وراجع النبي من خيبر وإذا هناك من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإن المسلمين رجعوا من الحبشة ففرح النبي فرح شديد جدا وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلب بشر لدرجة أنه يما عرف أن جعفر ابن أبي طالب ابن عمه راجع مع المسلمين اللي جاءين من الحبشة قال والله ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر شوف فتح خيبر اللي كان من أعظم الفتوح وكانت غنائم من أعظم الغنائم النبي بيسويها بقدوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقام سيدنا عثمار ابن عفان بعد أن ما دخل المسلمون طبعا سنوات طويلة جدا جدا مرت والمسلمين ما شافوش إخوانهم وأحبابهم وابتدى الكل يلتقي مع إخوانه والنساء مع النساء ورجال مع الرجال وحفلة وحفاوة وحب لا يخطر على قلب بشر وعرف سيدنا عثمان نضي الله عنه وارضاه أن النبي تزوج من أم حبيبة وأن هي تعمل لها حفل كبير بفضل الله في بلاد الحبشة في قصر النجاشي فأراضي أن يكرمها مرة تانية ويحسسها بفرحة إخوانها المسلمين بها وعمل حفلة تانية في المدينة المنورة ودعا لها كل المسلمين ليحتفلوا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة ولما عرف أبو سفيان وأبو سفان ساعتها لسه كان مشرك أبو سفان هيسلم في عام الفتح لما عرف أن النبي تزوج من ابنته أم حبيبة قال هو الفحل لا يقضع أنفه يعني أن محمد رجل شريف لا يرد أبدا عن مصاهرة ولا مواصلة يعني شرف لنا أن النبي يجوز بنتنا كما قال أبو سفيان ونزل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة قول المولى عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بالفعل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة خفف وطئة العداوة الشديدة اللي كانت من أبو سفيان وخف عن تعذيب المسلمين وعن إذاء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى تعرفين أن أبو سفيان أسلم في عام الفتح بعد ذلك وكان من خيرة الصحابة رضي الله عنه ورضاه تعالوا نكمل بقية قصة النجاش ونهاية قصة النجاش ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي رجعنا لكم بعض الفاصل ومع قصة النجاشي الحلقة السبعة والأخيرة من قصة حياة النجاشي النجاشي تأثر جدا بذهاب المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعهم من الحبش إلى المدينة المنورة عزاؤه أنه هم رجعين للنبي صلى الله عليه وسلم وكان نفسه كان بيتمنى أنه هو يروح يشوف النبي بس مرواحه للنبي كان هيأكد عند أعداءه اللي بيحربوه بيحاولو يزيلوه من ملكه كان هيأكد عندهم أنه هو أسلم وكانت تبقى مشكلة كبيرة جدا والحبشة كانت بتديم بالنصرانية ومعاه ناس أسلمت لكن الكل كان بيخفي إسلامه والنجاشي كانت المشكلة بالنسباله أنه عايز برضو يحمي المسلمين اللي عنده وفي نفس الوقت عايز برضو يدعو إلى الإسلام سرا عشان عدد كبير يسلم فكان بين نارين بين أنه يروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويفقد عدد كبير من المسلمين ممكن يتقتله وهو كمان يتشلم من على الملك بتاعه وما يقدرش يحمي هؤلاء الناس وبين أنه يفضل موجود ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم بالرسائل والخطابات ويطمئن على أحوال النبي وده اللي حصل فعلا كانت الرسائل لا تنقطع بين النجاشي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يصر جدا بأخبار النجاشي وكان يحبه حبا ملء قلبه صلى الله عليه وسلم وكان ليه مكان عظيم جدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على طول بيفتكر كلما أخذ بلال يمشي أمام النبي بالعنزة اللي هي العصاية اللي جابهاله النجاشي كان يتذكر النجاشي رحمه الله رحمة الوسعة وعمر بن الخطاب كان معصا برضو وعلي بن ابن طالب وكلها جاي من نجاشه فكان ليه ذكرات جميلة جدا في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمر الأيام ويمرض النجاشه مرضا شديدا وينام على فراش الموت وتفيد روحه إلى بارئها جل وعلا ويموت النجاشه ويموته ما يعديش كده ببساطة لا المولى عز وجل فاطر السموات والأرض يؤمر سيدنا جبريل روح يا جبريل وقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن النجاش مات النهاردة وخليه صلي عليه صلاة الغائب يا سلام على التكريم رجل تابعي ورغم ذلك المولى عز وجل يرسل جبريل عليه السلام مخصوص مش بقول لكم راجل لازم يتحب أكيد من خلال السبع حلقات اللي أنا ذكرتهم يا جماعة عرفتم مين هو النجاشي مش قلتلكوا قبل ما ابدأ الحلقات كل اللي كنا نعرفه عن النجاشي إن لما اشتد الأذى بتاع المشركين على المسلمين إنه بقلهم روح الحبشة فإن نبيها ملكا لا يظلم عنده أحد راحوا أععدوا هناك شوية وبعدين رجعوا ولما مات النجاشي صلى عليه النبي والله ما كنا نعرف غير كده صدقوني أنا نفسي قبل ما أبحث عن شخصية النجاشي وأبحث في بطون القطب عشان أعرف قصة الرجل العظيم دوت أنا مكنش أعرف غير كده لما قفت على قصته قفت على قصة الرجل العظيم بجد لازم يتحب لازم يتحبه لازم يدعيله عشان خدم الإسلام والمسلمين خدمات عظيمة يموت النجاشي رحمه الله رحمة الواسعة والمولى عز وجل يأمر جبريل يقول له روح أول للنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي مات النهاردة وقوم صلى عليه صلاة الغائب لصلاة الجنازة قوم صلى عليه أنت وأصحابك ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول توفي اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم أصحمة حنا قلنا النجاشي اسمه إيه أصحمة ابن أبجر فبيقول فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة فخرج النبي إلى البقيع وفي رواية وإن لم أقف على صحتها إن ربنا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة فرأى السرير الذي مات عليه النجاشي وكبر النبي أربع تكبرات وصلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب واستغفر له ودعا له كثيرا صلى الله عليه وسلم النجاشي مات ولكن سرته ما ماتتش النجاشي مات ولكن قصته جوه قلوبنا النجاشي مات لكن هنفضل نفكره لعمر كله ونقول ربنا يرحمه رحمة واسعة قدم كتير قوي للإسلام وجيت دور عليك يا بطل ناوي تقدم إيه للإسلام معقولة هتفضل وقضي حياتك كلها كده على هامش السيرة على هامش الحياة هذكر لك مثال بسيط أو يمكن ذكرته لك قبل كده اتنين ماتوا فالاتنين محمولين على الأعناق الجنازة بتاعتهم طالعة فالأولاني قريبه وإخوانه واصحابه وحبيبه ومشيين وراه بيقولوا الله يرحمه طول عمره عايش لنفسه زي ما رجيه الدنيا زي ما خرج منها لا عرف يعمل حاجة لنفسه ولا الأسرته ولا البلده ولا الدينه كان عايش لشهواته ومتعه وبس والجنازة التانية مع الدين وماشي وراه حبيبه واصحابه وقريبه بيقولوا الله يرحمه رحمة واسعة يا ما قدم خدمات لدينه والبلده والأسرته والنفسه يا ما حطه بصمات عظيمة وخدم بلاده وخدم ناسه وخدم أهله وخدم دينه يا ما عمل ويا ما ترك خير كتير بينتفع بالعباد والبلاد تحب تكون مين فيهن مش بكلم على حتة أنه فلان مشهور أنا مش مشهور أنا بكلم على حتة فلان خدم وقدم وجه الدنيا ما طلعش منها زي ما دخل لازم تكون ليك بصمة في الدنيا بحيث لما تخرج من الدنيا دي تسايب بصمة في ميزان حسناتك يكتب بها الأجر من سنة سنة من سنة في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة اعمل خير إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث صدقة جارية وعلمه انتفع بيه أو ولد صالح يدعو له رب ابن واعتبره هو ده مشروح حياتك يطلع ينفع بلاده وعباده ينفع البلاد والعباد وينفع دينه وينفع وطنه اعمل أي خير ابن مسجد اكفو اليتامة اعمل أي خير علم الناس بلغ للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان كل ده يبقى في ميزان حسناتك إننا نحن نروح الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم اترك أثر خليك سفير لدينك في أي مكان تروحه لو مسافر وعايش في أوروبا خليك سفير بأخلاقك ومعاملاتك وأمنتك ما تخليش الناس في الغرب ينفروا من الإسلام ومن المسلمين بسبب أخلاق بعض المسلمين البشعة من سرقة أو كذب أو خيانة أو ظلم أو غير ذلك خلي الناس تشوف فيك الإسلام وأخلاق المسلمين لما سئلت أمونا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقوه الكرآن صلى الله عليه وسلم وإنت أمرت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله الكثير لازم تاخد من قصة النجاشي درسي كبير جدا جدا أن اللي يعيش لنفسه ممكن يعيش مستريح لكن هيعيش صغير ويموت صغير واللي يعيش لغيره والدين والبلد والقضياته والهدف معين يعيش عشانه ممكن يتعب لكن هيعيش كبير ويموت كبير ويبقى ليه مكانة وقدر كبير جدا عند ربنا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك إن الله إذا أحب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه أكيد كل واحد فينا بيتمنى يقدم خدمة لدينه عشان لما يقب بالإدين ربنا يوم القيامة ويسأله عملت إيه وقدمت إيه لديني يقول له قدمت كذا وعملت كذا أنا كنت أتمنى كون مكان النجاشي وعمل الخير اللي هو أعمله وياريت ألقى الله على النية دي وربنا يكافئني على النية ديت وياريت كل واحد فينا يستحضر النية ديت أنا لو مكان النجاشي إن شاء الله هعمل كده تاخد الأجر أنا لو ربنا يصلي أن أكون في أي منصب كبير وأقدر أخدم المسلمين وأقدر أخدم الناس في أي مكان في العالم هخدمهم عشان ربنا يكرمني عشان كده بقولك لازم تحط بصمة ولازم يكون لك مكانة كبيرة جدا في في هذا الدين وتخدم الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين اخدم المسلمين قربة إلى الله واخدم غير المسلمين عشان تدعوهم إلى الله لأن إحنا أمرنا نحن نعبد الكون ده كله ابتعثنا الله نحن نقوم ونبتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة افتكر الجنة وافتكر قبل الجنة افتكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وافتكر إن شاء الله إن إحنا في معاد بنا وبين بعض ونتفق من دلوقتي لو اتقابلنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الناس اللي لازم نسأل عنهم لازم نسأل النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفين النجاشي عشان نقابله ونسلم عليه ونقول له جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ونشرب معاه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا ونخش الجنة معاه ونشوفه ونسعد بلقائه لأن من الناس اللي إحنا هنسعد بلقائهم فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين اللي قدموا خير كبير قوي وخدموا الإسلام خدمات جليلة جدا جدا ولابد إن إحنا كل واحد اللي لدي يقعد مع نفسه ويقف مع نفسه وقفة ويفكر إيه اللي ممكن أقدمه لخدمة الدين دوت إيه اللي ممكن أقدمه لخدمة بلدي وبالله عليك اوعى تبخل حجابك يا أخت المسلمة خدمة كبيرة للدين وللإسلام والمسلمين برك لأمك وابوك خدمة للدين وللإسلام والمسلمين أمنتك وصدقك ووفائك وحرصك على إن يكون أخلاقك طيبة وبس متك في وشوش الناس أيضا خدمة للإسلام والمسلمين عرفوا الناس إن إحنا ناس أصحاب خلق النبي قال عنه المولى عز جل وإن نكل على خلق عظيم وأمرنا إحنا إن إحنا نتخلق بخلق النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنا ما قالش لقد كان لكم في قوة رسول الله أو في علم رسول الله أو في حلم رسول الله قال لقد كان لكم في رسول الله كل حاجة في النبي أخلاقه سلوكياته معاملاته عبادته عدله إيمانه توكله كل حاجة لنا فيه أسوة وكدوة بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وقاله وسلم أكيد صفحة النجاشية هتفضل صفحة مشرقة في حياتنا وأكيد هنحتاج أن احنا نسمع القصة دي مرة واثنين وثلاثة وافتكر أن ده التابعي الوحيد اللي ذكرناه في سبع حلقات وأنا هخلهم لك آخر حلقات في رمضان علشان نتناول تلاتة وعشرين تابعي تقريبا طول رمضان ونختم بسبعة بتوع النجاشية وعشان يبقى بكرة العيد ويبقى العيد عيدين لما احنا نطيع ربنا وما نعصاش ربنا أبدا وما ننساش الفقراء وما ننساش اليتامة والمساكين ونقدم بصمة جميلة وياريت لو كل عيلة غنية تكفو العيلة فقيرة ياريت يعني أحيو هذه السنة إن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي ومن نفس عن مؤمنين كربة من كرة بالدنيا نفس الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة الوقت بيجر معاكم في سرعة حبيبي وإخواني اوها تنسوا قصة النجاشية اوها تنسوا بكرة العيد وفرحوا اليتامة والفقراء والأرامل والمساكين عشان يحسوا بفرحة الإسلام والمسلمين ويحسوا الدين وما بينتبوا لدين عظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم بحبكم في الله كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة